هيا ننتقل لجزئية ثانية متعلقة بالطرق المستخدمة عشان تلف على عناصر الليست انا في عندي فعليا في طريقتين هيا انا عندي list الطريقة الاولى بنسميها باستخدام iteration variable بعرف iteration variable for number in الواحد هاي انا بتحكم في التسمية تبعض بحكي هنا print الواحد هذا الطريقة الاولى في هنا انت ممكن تطبع الليستة كاملة وممكن تطبعها بالطريقة هذه اضيف ستار شوف الفرق بيناتها طبعا عندك هنا الفاصل هذا اللي هي الطريقة التانية تمام اوكي ممكن ان احذف لك اياه وحرج اعمال لك اياه فبالتالي هاي الارقام زي ما انت شايف هاي الليست اول رقم تلاتة تاني رقم ستة يبقى النمبر هذا اللي انت بتطبعه كل مرة اول لفة بيكون تلاتة تاني لفة ستة تمانية زيك تلاتة ستة تمانية تسعين وهكذا تمام طبعا هذا عبارة عن نازج سطر سبعة شايف كيف طبعا لك اياه كالستعمال الاقواس والارقام وبناتهم فواصل ايش الفرق بين النجمة شو عملت النجمة انه شالت الاقواس وشالت الفواصل فبالتالي طبعا لك اياه عبارة عن سلسلة من الارقام ايش بناتها بفصل بناتها تمام طيب حقيت لو انا اجيت في نص السؤال قلتلك بدي بدي اياك تعمل برنامج بضيف تلاتة لكل عناصر الليست بضيف تلاتة لكل عناصر الليست فببساطة انت بدل ما انت بدك تطبعهم زي هيك بتقول انه النمبر بتتساوي او plus equal 3 وهذا كلام انت وصفته عارفينه ايه عبارة عن نمبر بتساوي نمبر زائد 3 وهنا كومنت يبقى سطر 5 و 6 نفس الاشي مربعا 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 بصفته من تطبعه زي انتحان كيف بدك تطبعه زي انتحان فبالتالي قالنا انه سطر ستة و سبعة نفس الأعمال تمام واين حطيت لك اياك الملاحظين تعال شغل تغير اشي على الليست لا بينما في الطريقة الثانية سوف اضع لك فاصل هنا الطريقة الثانية باستخدام الاندكس اخترت الاتريشن فاريبل اسمه اي عشان الاندكس ان رينج ايش هنا بدل ما انا اتعامل مع قيم بدي اتعامل مع انديسيز الواحد انت كأنه بتحط الواحد انت كأنه بتحط كل عناصر الليست لكن احنا سابقا لما كنا نستخدم الرينج كنت ايش اقول له رينج عشرة رينج خمسطعش رينج مية رقم واحد مش كل عناصر الليست يبقى هنا بدي انا اعمل سلسلة من الارقام عبارة عن انديسيز من زيرو لغاية لغاية اخر رقم في الليست اخر رقم في الليست اخر لي عبارة عن عدد عناصر الليست كيف بجيب عدد عناصر الليست لين الواحد خلي بالك هذه من الاحطاء الشائعة كتير انه هو بدو يلف باستخدام الاندكس فبقول 4i ان رينج الواحد هنا شوف الفرق فور نمبر ان الواحد هاي تستخدمها مباشرة بدك تستخدم الاندكس لازم تستخدم الرينج والرينج تدلوش الواحد بدك تدلو عدد عناصرها طولها بالضبط فهنا بدي اواجهي لك الفرق بين الاندكس والفاليو يبقى انت عندك الاندكس هو عبارة عن ال i والفاليو عبارة عن الواحد اف ال i الواحد اف ال i شوف هاي ايش النتيجة طبعا هذا كلام بعض الفاصل هاي شوف تطلع بعض الفاصل هاي هاي الفاصل يبقى اندكس زيرو فاليو ثلاثة اندكس واحد فاليو ستة و هاي اللست هادي اندكس زيرو واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة عشر هاي اندكس اربعة عشر القيمة يبقى الاندكس i الواحد اف ال i تمام؟ واضح يا شباب بين ال اتريشن و الاندكس هنا ساعتها بقدر اقول انه هاي بدي اعملها و هنا بدي ازود باستخدام الاندكس ايش اعمل ايش اكتب كل عنصر في اللست بدي ازود عليه i الاندكس بديش ازود على الاندكس بديش ازود على ال value الواحد اف ال i plus equal ثلاثة هنا فعليا بيصير فيه تغيير تعال اطبع زي هيك بالطريبتين هاي بعد الفاصل بتلاحظ انه r ثلاثة صارت ستة ثلاثة صارت تسعة 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 ما الذي يصبح ال a index ال a index الف عليهم بطريقة او ال a index اما a index فعليا بيعدلش على اللست ممكن وين يكون مفيد في مسائل لو طلبت منك بدي مجموعة اللست مجموعة اللست هل احنا بنعدل عليها لا متوسط اكبر اصغر يبقى هنا لو نص السؤال انه زي هيك عشان اكتب لك نص السؤال لك نص السؤال دعنا نضع لك ايها زي هيك عشان المثال انه هاي print number وهذه انه print index و value فبالتال هنا تشوف كيف الفرق بيناتهم هاي هيك طباحها بشكل طولي هاي طباحها ك list هاي طباحها بدون اقواس وهنا الindex وال value ورجع طباحهم او بدون طباعة هنا ما كانش فيه طباعة ممكن نرجع لطباحهم بعد الفاصل هاي هنا يبقى نص السؤال دعني اخذ منه نسخة هنا هنا اكتب برنامج لاضافة ثلاثة لكل عناصر القائد القائد فبالتالي هنا زي هيك فحكينا اتفقنا انه ممكن نعمل print الواحد وهنا نعمل after الواحد وهنا هنا before هنا اطبع لك list قبل اللوب وبعد شوف الفرق فبالتالي هنا قبل ثلاثة 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 يبقى واضح وين مفيد انت عندك في اي نوع من البرامج او اي نوع من المسائل عفوا زي هيك يا حدا نهند السؤال اي 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 عبارة عن اي بتخزن الاندكس بتخزن الاندكس ليش اندكس لانه range لان نعم نعم طول اللست طرق بين الاندكس والvalu ماذا عن اندكس اندكس لا 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 هاي لست مش كونتر لا الاندكس هي عبارة عن فهرس لعناصر اللست يبدأ من 0 لغاية طول اللست ناقص 1 يعني هاي كيف طولها ال 1 15 يبقى الاندكس انا عندي من 0 ل 14 من 0 ل 14 بدي اول عنصر ال 1 0 بدي العنصر الثالث بدي العنصر الاخير بدي العنصر الاخير داما بتنقص 1 لو حطيت 15 لا وحطيت 15 اندكس 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 موجود نحن نعرف ال 1 ما هو اندكس بلعنصر السادس عشر وعنصر السادس عشر مش موجود زي ماانا هين بقولك بطلب العنصر الثالث هاي اللستة هايو شايف الثالث هايو تمانية تمام هاي المقصود بالإندكس واضح يا شباب هاي سؤال كمان